هنكمل مع بعض اوامر الموضل ان بلاس ونروح لاهم امر عندنا وهو امر السويب هنقول له structure component model in place وتعالى نختار ال structure foundation عشان نعمل شكل retaining goal المختلف لو رحنا لي structure foundation اوكي لانها هتنزل في حصر الفاونديشن عندنا وتبتدي تختار لي امر السولد السويب طيب لو انا هشتغل به السولد السويب فهو عبارة عن حاجتين انك بترسم له الباث بتاعك او بتبك على الباث حاجة معين انت رسمه وعايز تعمل عليها profile او تعمل عليها شكل معين وبعد كده بترسم له ال profile فاللي سويب بتقسم لحاجتين هو تحديدك لل path بتاعك والجزء التاني انك اتة ترسم شكل ال profile بتاعك طيب هنرجع نقف في ال ground level كده وممكن تقف طبعا فيه top foundation وتقول له انا هرسم الباث بتاعي الباث بتاعي ده مسلا انا هحاوط المبنى وممكن يكون فيه اه مسافات زي كده ممكن يكون عندك جزء curve بسيط لو طبعا عندك حاجة زي كده ما فيش اي مشكلة احنا بس بنشوف التطبيق وشكل التطبيق ممكن يبقى عامل عندنا ازاي اه بعد كده هتختار finish كده انت رسمت اول حاجة في السويب تبتدي تروح لي ال edit profile تختار ال edit profile هيبتدي هو من نفسه يقول لك انت هتقف انهي وجهة عشان اعرف ارسم لك ال profile عشان انت كنت تراسم كا plan هنقول له مسلا نورس اوكي وهتلاقي ان هو مديك خطين كده لونه مقدر ونقطة لونها احمر ده هنا ترسم ال profile وطبعا احنا بنحدد بقى الارتفاعات بتاعتنا زي ما احنا عايزين فمسلا هاجي اقول له ارسم لي شكل ال retaining goal عندي زي ما انت شايف انا اكني برسم في ال auto cad فمعاية tools قوية جدا تقدر تطلع لي ايا كان الشكل اللي عندي بالتفاصيل اللي ممكن تفيدني جدا في شغلي ممكن تعمل online a l تختار الخط ده وتزمت السمك بتاعك بالشكل ده طيب بعد اما انت عملت حاجة زي كده تقول لي لا ده المفروض دي تنزل تحت شوية فممكن تاخد دي كده move وتبتعي تنزل بيها بحيث انك تبقى واقف عند منسوب التأسيس بالزبط تدوس finish finish وتروح تبص كده عليها في ال three d تلاقيك اولا خط الكيرف بتاعك كمان اترسمت عندي بيه بشكل اه تفصيلي بيه الكامل لو خدت فيها اي سيكشن هتظهر معانا كمان لو دست على هنا وكررت انك انت بعد اما دست ده وتغير او تعدل في حاجة تقدر ترجع لي و تقول له انا عايز اعيد جزء في بتاعي يا اما البروفايل بتاعنا فمسلا انا عايز اعيد حاجة في البروفايل فبتقول له select profile وتقول له edit profile automatic البروفايل بتفتح معاك زي ما انت شايف ممكن ترجع تقف في كده وتقول له لا انا عايز اعدل السمك ده مسلا اخليه حاجة زي كده لو عدلت السمك بالشكل اللي انا عملته ودست هترجع معاك طبعا بتعديل السمك ولو لاحزنا ان انا بقى عندي الجزء بتاع بعد ان انا اقدر اروح لي وقدر اسلح زي ما انت شايف كده وده هنشوفه في اه اليونت بتاعة التسليح